السلام عليكم ورحمة الله كيف الحال يا شباب مقطع جديد من سلسلة قيامة عثمان من لعبة Mountain Blade بدايتنا اللهم صلي على محمد طبعا إذا ما كنتم مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وعطونا لايك وبسم الله نبدأ طيب يا شباب طبعا بكل أمان يا شباب اللعب تخل في الكونش بشكل بسيط علشان يعني بس الإكس بي يرتفع ولكن صراحة حست بشوية ملل لذلك قررت قرار جديد اللي هو أني أطلع من البارتي نعتذر منك يا أبو الشباب خلنتخب إلى القرية هذه ومثما تشوفون قاعدة تنقص علاقاتنا مع أعضاء من الدولة السلاجقة ولكن مو مشكلة راح نزيتها مع الوقت واندي أغير شوية من سلوب لعبنا عشان يكون شوية تواقعية يا شباب يكون مثل عثمان يعني وما كان جندي أصلا عند السلاجقة كان تابع لهم ولكن بنفس الوقت كان قائل لجيوش وكان عنده يعني مدن وقلع فلذلك هذا راح يصير راح ناخد جنود ما في غير واحد أطينا أكل لو سمحت حبتين والله ما يمدينا شي لشي حتى خيل ما في معي يا الله خيل ما في معي طيب ناخذ الخوذة هذه اللي أخذتها من إحدى البطولات وبرضو هذه أخذتها من إحدى البطولات مبدئيا هذا هو يعني للأسف الشديد هذا هو الدروع اللي عندي لكن إن شاء الله مع الوقت راح تتحسن أمورنا طيب الآن لازم ندخل مرتزقة مع السلاجقة ولكن ودي حاول أوصل تير وان أقل شي يعني حاليا كلاننا صفر فنحتاج يعني أكمل معركة وبطولة وبطولتين ونقدر نوصل إلى تير ون خلونا بالله نحاول نجمع شوية جنود بس المشكلة ما في جنود معاي أوكي الجنود اللي معي جدا فاشلين فما يمدينا أعتمد عليهم فنحتاج نجمع شوية جنود خلونا نجي بالله على المدينة هذه أوه في بطولة في بطولة أوكي كنسلم موضوع المدينة خلينا ندخل عند البطولة هذه أيوا يلا بسم الله أوكي حلو في سيف جيد نوعا ما خلينا بالله إن شاء الله نقدر ناخذه والله ودي أراهن على نفسي بين منه معي 9000 لعلا وعسى نقدر نفوز بسم الله أوكي أيوا يا أخوي من أول صار شكلنا محاربين يلا يلا طبعا نمديناك بس حرف الإي وأعطيه ضربة يا السلام عشان يفك الدرع أوكي والله صراحة هذا قوي ممكن تموت أيوا ذبحنا حلو جاء الأخير تفضل لو سمحت أوكي يا سلام لا يا عيني لا من فوق من يمين خذ خذ يا الله شباب شجعوني أوه بنت يا أخي عايب يا أخي موت يخ ربيته قوي هذا ما تنكسر هذه اللي معه يلا أيوا يا عيني أوه شت والله قوي قوي جدا حلو حنا اثنين معي بو ومعي يعني واحد معه بو نذبح رايبو لي ممعه ودرع تعال خذ يا عيني أوه ليش تخذت الكل والله هذا خوته حلوة أعطيني خوتك لو سمحت أيوا سلجوق كورس آرشر ولولولولولولولول ولولولولول نفزعلو خنفزعلو أيوا أي هذا مات بضربة أنا فقد كنت رح تموت طلعت انت المدرع خذ أيوا حلو ثبحنا أخ لعب يلا يا راي البونت ما سويت شي ترى أنا اللي يسويت كل شي أعطيه من فوق لا ما جهت من فوق والله هذي صد والله قوي لكن أنا عثمان أيوا أوكي منبرات رجلا لرجل والله شوف الدروع بالله شوف الدروع وشوف الدروعي أنا حاسن يلابس هذه الأشياء الخفيفة أيوا 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 أخذ بدايات صعبة بدايات صعبة ولكن ما عليكم أخذ أيوا طبعاً أحاول إني ما أقدر أستخدم الوان هاند عشان.. آه.. يتطوط يا سلام حلو أخذنا ستة رينون وأخذنا السلاح هذا و ألف خمسمية و خمسة و أربعين ممتاز حلوين طيب أخذنا صراحةً السيف هذا خلنا أخذ شوي جنود الجنود هذول تعبانين بالله خلنشوف يتطورون ليش هذول هذول يتطورون الأخ هذا أظهر أنهم جيدين خلنا أخذهم ما في غيرهم وصلاً ونشوف المدينة إيش فيها عندهم خيل والله أنا أحتاج خيل صراحةً وإننا نأخذ خيل ما عنده تعبان ولكن ونأخذنا السدل أي كلام حلو ممتاز يعني هذا الخيل يفيدنا يفيدنا بالحركة ونشوف لنا أسلحة سلاحنا كيف وضعه والله سلاحنا هذا تعبان طيب إذا شوف لي السلاح إذا كان فيه سلاح جيد آآ نشتري ليش لا بس الظاهر المدينة هذه ما فيها أسلحة كويسة طيب نأخذ السلاح اللي فوزنا فيه بالفطولة عاد هذا الموجود يا شباب ونرمي هذا الفاس ما نحتاجه نحتاج درع نحتاج درع أعطوني درع لو سمحتم أوكي خنأخذ الدرع والألف هذا عشان يساعدني في المعارك كويس توقع نووضع جيد الآن أوكي نزيد الأكل شوية بس وين القرين؟ يا شباب ما عندكم قرين أو فوق حاليا أنا قاعد أحاول أجمع جنود خنأخذ جنود هذو الكاملين صار معانا عدد خمسة عش صراحة عدد كويس طيب الآن المهمة الثانية هي أن ندخل مرتزقة مع السلاجقة هذول السلاجقة هذا قاد بيروق اللي شفناه بحلقة الماضية على طريق الحلقة الماضية صراعا شباب شكرا لكم ما شاء الله كل حلقة نزلها تكون أحسن من حلقة قبلها فأتمنى أنكم برسلنا اللايك وبرضو اشتراك يا شباب طيب الحلقة الأولى يا شباب ما شاء الله تبارك الله وصلتي لألف وسبعمية مشاهدة ولكن شوف نسبة المشاهدة من غير المشتركين يعني تقريبا يا شباب نص اللي شايف الحلقة الماضية أو الحلقة الأولى مو مشترك في القناة طيب فيه هنا صراحة نخيال الرهيبين سعرهم ثلاثمي خمستاش ناخذ منهم أربعة ألف ستمية ناخذ أربعة مو مشكلة وناخذ واحد بو عشان نقوي حالنا يا شباب ما أودنا صراحة من أول معركة يعني ننهزم أوه هذا واحد من هذا الغازي هذا الغازي يا شباب دخلنا من الحلقة الأولى أتوقع طيب خلينا بالله نحاول نقول نقدر نشتغل معاكم يقول لازم تكون كلان لفل واحد أوكي ما في مشكلة أوكي بسيطة جدا معركة معركتين وإن شاء الله يمدينا ندخل كلان لفل واحد باقي لنا 19 بس شباب بما أنه دخلنا بالعشرة الأواخر في رمضان وحاليا رمضان يعني يقرب يخلص ففي عندي فكرة يا شباب إن شاء الله انكم تساعدوني إننا نطبقها اللي يا شباب مثل ما تعرفون كلكم أنه سورة الإخلاص هي سورة قل هو الله أحد هي تعدل ثلث القرآن لذلك يا شباب بإذن الله راح حاول ننزلكم كل يوم مقطع في العشرة الأواخر في نهاية المقطع راح حط لكم سورة الإخلاص ثلاث مرات يعني إذا تقلع ثلاث مرات سورة الإخلاص كأنك ختمت القرآن ختمة كاملة تخيلوا يا شباب هذا الفضل وهذه النعمة فصراحة يا شباب لا حد يفوت الشي هذا إن شاء الله يا شباب راح يكون في نهاية كل مقطع سواء كان باللعبة هذه أو لعب ثانية في العشرة الأواخر راح تكون سورة الإخلاص في آخر المقطع أتمنى أنكم تقرونها يا شباب علشان يا شباب نكسب أكبر كمية من الأجور في هذا الشهر الكريم أووووو فيه عشرين لوتر هذول صراحة رهيبين خلينا بلا نهجم عليهم تعالوا نعتذر منك يا الحبيب بس نحتاج رينون أوكي شباب هذه ماركة الأولى بقيادة بقيادتي أكيد يعني فأتمنى أنكم تبيضون وجهي عندنا عشرين واحد أهبل اذبحوهم يا شباب وروحوا عليهم أف ثلاث بدون أي تكتيك ولا يحزنون خنجرب بالله سلاحنا الجديد والله هذو صروه بدي ينمي هذول الرماح بس بعدين والله يا أحجار يخرب بيتكم يطول السيف طويل والله هذي عارف يصده من الذين تعتع لا تذبح أخوي والله عليك أخر لعب أوكي يا أخي أبطال والله إنكم محوش 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 أحسنتم يا شباب أوكي مات من عندي واحد والله ما مات من عندي أحد عافية عليكم حلو بدينا ناخذ لوت بدينا نضبط دروعنا وأمورنا بس من الحد الآن ما فيه صراحة شي مميز تدرون وين اللوت الكويس أنا أقول لكم وين أوكي طيب نحتاج لوت أحسن من هذا اللوت اللي معي طبعا وين أفضل مكان عشان تاخذ لوت كويس تعرفون هذول اللصوص اللي باندنت اسمهم أتوقع باندنت اسمهم أيو هذول هم هذول هم هذول هم مو هذول يعني مو هذول لكن هذول هذول هي العمهم يا شباب هذول ثوان ثواني كيني شفت أربعة لا خل نذبح ستة هذول أحسن هذول عندهم لوت أحسن من اللي قبل شوي أوه 12 واحد شوفوا كيف شوف شوف قبل شوي كانوا 20 وكان البار تقريبا نفس هذا لكن هذولي 12 وتقريبا نفس المسافة اللي قبل شوي كانت مع اللوتر لأنهم هذول مدرعين أفضل فخل ندخل عليهم بالله آه ما تطور جنودي أوه نسيت تطور جنودي لكن إن شاء الله أنهم يصمدون أوكي بسم الله أتاك يا شباب أتاك يا السلام يا طبيعة الخلابة شوف 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 الطبيعة الخلابة عطينا هذ أخذ ألا 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 أنت والله أنك حيوان أمسك أيها الوغد يلا يا أخي أوه دمي 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 والله يا أخي مشكلة ناسي ناسي موضوع الدم شباب شباب والله قاعدين نخسر أوكي في عندنا شوية ضحايا ولكن عندنا خيال إن شاء الله نقويين الخيل اللي معي قاعد يقزدر الخيل اللي معي تعبان والله يا أخي وضعنا سيئ حلو 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 هذا ضربة جميلة يا شباب يا شباب والله آخ بس مني طورتهم لازم طورتهم صراحة لازم طورتهم أوكي هذبحت واحد هذا اللي ضربني يمكن أموت شباب كم واحد باقي من حلو الأربع خيالة القويين موجودين يلا يا رجال يلا يا رجال باقي أربعة نحن أشعلي هل هذا مسيح من π된 شباب قالت ل computational ما ذهب حلو ب운� remind هذب تبال هذب تبال هـذب اذبو مهلا هل أواب حول بقي مهلا هل أن تعرف بصراحة المعركة يعيب والله يا شباب اموت ما ينفع شت يا رجل حوالت ان نشارك لكن أوكي انتصرنا يا شباب واخدنا 2.6 رينون كويس أوه حلو في اسرة برضو هذول يشباب رهيبين لو يدخلون معانا وممتازين في عندنا جنود تطور وثلاثة طيب بالاخر نشوف الشجرة الهذي نحتاج مشاهة صراحة فنطورهم على اليسار هذول اللوتها صراحة ضعيفين جدا فما نحتاجهم حلو ايوه هذي الدروع هذي الدروع رهيبة هاتت أوكي مافيش رهيب الا هذا بس أوكي طبعا يا شباب مثل ما تشفون صار عددنا 4 طبعا عندي 4 اصابات رهي يرجعون ان شاء الله بعد شوي لكن الجنود اللي معانا جدا فاشلين فودنا ناخذ هذا وهذا وثنين او ثلاثة بوه وبرضو هذا الناخذ مو مشكلة حلو اتطورنا بالثروينج والرايدنج ممتاز تشارج دامج ناخذ هذا اكيد ودي صراحة نركز بس عاستي ووردينج بس مافي اندي ولا نقطة لانه لساتنا يا شباب بالبدايات لساتنا بالبدايات طيب شوفوا ادخل شوية معارك وبطولات لما نوصل الى تير واحد كونيا اوكي هذي مدينة كونيا يا شباب اللي هي كونيا اتوقع انها كانت عاصمة الدولة السلجوقية اذا ماكنت غلطان المدينة هذي صراحة فيها جنود بشكل امتاز فراهين ناخذ المطورين بس وصار معانا عدد كامل 20 من 20 هل في بطولة مافي بطولة حالين حنا في عاصمة عاصمة الدولة السلجوقية قونيا طبعا اتصلي تذكرت واحد من شباب علق لي الحلقة الماضية او حلقة الاولى قلت مدينة كازان مدينة هذي موجودة بروسيا والمدينة هذي مثل ما قال لنا صديقنا يا شباب انهي اكثر مدينة فيها مساجد في روسيا طيب صراحة ندخل داخل المدينة ونتمشى فيها اوكي صراحة ما حبيت اني اترك المدينة هذي يعني بدون ما ادخلها وتمشى فيها لذلك خلنا ندخل بالله مدينة قونيا السلام عليكم كيف الحال اوكي ممكن ندخل اوه جزاك الله محل سيوف هذا يبعون سيوف والله عليكم عادة والقامودي يا شباب يصنع لي سيوف زي سيوف عثمان الله بس توقعنا صعبة شوي في تفاصيل جميلة جدا وهذا درع اوه شيت كيف يخبي السلاح اوكي والله الله شوف ايش هذا عوذوا بالله شوف وجهه طلعت بنت هذي اتوكل على الله بنتها هذي طيب هذي مدينة قونيا موجود فيها السلطان السلجوقي بيروق طبعا هذي الارينة هل يبدينا ندخل الارينة من هان ولا ما اتوقع اوه دخلت الارينة يا شباب حلو تصدقون والله خلندخل بالله ممكن تدخلني يا بابا شباب لو سمحت يا بابا دخلني لو سمحت اوه يقول انا مصاب اوكي اوكي دمي مو كامل وانه كامل صراحة كان دخلت ما يبدينا ندخلها هان يا شباب هذا كرسي اوه يا شباب شدو حيلكم الله عليك كفوا شجوع يا شباب ايش تشجيع هذا العصامت ارفوا اصواتكم اوكي خرجنا من عند صاحب البطولة خلنشوف بالله الشباب اللي هان صراحة نحتاج نوظف معانا كومبانيا مرافق نحتاج واحد يكون موضع نخطي نفس خطأ السلسلة ماضية نجيب اي واحد نحتاج نجيب ناس نستفيد منهم طيب التافرين ما فيها الا شخص واحد يا شباب وما عنده سكلز عالي صراحة انتعبان ما هو ما يستاهل انه يكون ضمن جنودنا فخللنا بالله نطلع من مدينة قونيا اوه انا ما انتبهت انه في بطولة بمدينة قونيا كويس خلناخذ بالله بطولة هذي ارينا ان شاء الله ناخذها عشان نقدر نوصل تير واحد هذا النوبل قوي جدا ولكن حنا اقوى ان شاء الله يالله والله شباب ضربتي صارت اقوى كنا ندمج اول حلقة خمسة الان سندمج عشرين كويس حلو ذبحته حلو ممتاز ايوه راح تعال والله هذا مدره شوف دروع على الكتف على طول مات والله يا اخي انت الله يسعدك شكرا 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 يا بابا كم طولك انت يالله باس جاي طولك مية وستين تذبحني توكل على الله والله هاله القصير موهين فطس يالله يا رجل فطس حلو ذبحناه اخذنا السيف اخذنا 1500 واهم شي الرينون وحلو شباب بقينا ستة رينون ونصير تير واحد يعني لو ندخل بطولة ونفوز فيها خلاص نقدر ندخل كمرتزقة مع السلاجقة طيب ودخل شوية يا شباب داخل المناطق هذه هذه مناطق الرومان هذه المناطق اللي ماخذين القسطنطينية يا شباب هذه القسطنطينية يا شباب ماشينا يا ولد طيب هذه مناطق الرومان اللي معاهم القسطنطينية اللي بإذن الله راهين نمسكها وناخذها وفي هنا اوكي الهداوت هذا صراحة فيه لوت حلو لذلك خلينا بالله نطور اللياق البدنية طيب ودخل الهداوت هذا ونحاول ان نقضي عليهم عشان ناخذ لينون طبعا اتوقع اذا قدرت اقضي على هذا المخبأ راح اخذ لي نون كثير هنا هجوم لازم يكون في الليل في عندنا واحد قرر ينظم لي حياك الله صرنا نشيل 21 يا رجل تعال ما في مشكلة ورهين برضو نحدد على الضعيفين مين الضعيفين يا شباب اضعف الناس هذا كيف وضعه ثلاث هذا اضع هذا تعبان نشيله وهذا نشيله ناخذ هذا وناخذ هذا برضو خلص حين الان عددنا 10 من 10 بسم الله هيا فلندخل اوكي بسم الله شباب يلا يا شباب هجوم لازم نقضي عليهم بسرعة يا شباب قبل ما يقضون علينا هم عددهم 12 عشان نقدر عليهم هان في احد او في واحد هان خلطيب الله بهذه او شوش لابس هاي يعيني بالرأس تقريبا الشباب ممكن نذبحوا اوكي خذ يعيني 81 معقول يموت على يدي مات حلو ايو حلو 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 نتطور بالاشياء هذي مين ضربني اوه اصحاب البوه خذ اوه شيت ذبحت خويه اسف الله اسف يا الله اوه شيت ياخي ايدي ضعيفة ما توصل هداك واحد توصلهم عقول هنجرب نرفعه فوق ايه فوق فوق اكثر خذ يا رجل اوكي باقي واحد شباب بس هذا نذبح اخر لس تم القضاء عليها الان رح نواجه الزعيم والله يا حبيبي شوف 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 والله مدرعين يا شباب دروع حلوة انا وضعي سيء ما رح ادخل عليها يا شباب يعني واحد لواحد ما رح اقدر علي يا شباب معليش انا ما ادخل ضدك يا شباب انت اقوم مني يعني معليش والله والله قويين اوكي ابلع تعال شباب لا يذبحني شباب انا قادكم حلو ذبحتو ممتاز هذا ما مات لسه ما مات هذا ايوه ذبحوه شباب من اول حلو حلو انتصرنا اربع رينون اخذنا حلو والله عدد كبير اوكي ارتفع عندي التكتيك والون هاند واللياقة والثروينج اعطاني سيف رهيب وعطاني انكريز رينج دامج تعال اعطين هذي اول راية طيب في عندك دروع كويسه هات هذا البوت طبعا البوت هذا اخذتو الشباب قبل شوي قطع طرق 22 ارمر في شي ثاني احسن من اللي عندي يا شباب ناخذ اللوت هذا احتياطا عشان نبيعه بعدين وعنى الشباب لو تلاحظون علاقتي زادت مع الناس اللي حول المخبأ هذا لاني صراحة ريحتهم من موضوع المخبأ ياخ ليش ما يمدين ادخل ليش ما يمدين اجي المدينة هذي كل ما حدد عليها مادري ليش ما يمشي تعالوا تعالوا ارجوكم كتاج قطع طرق عشان نوصل الى تاير واحد اوكي اعطاني واحد رينون يا شيخ اوكي شباب اخذنا واحد رينون لانه عددهم كان قليل جدا مدينة هذي الضار انه ما يمدين ادخلها الا من الجهة الثانية الظاهر ايوه تعالوا تعالوا ايوه دخلنا تاير واحد اخيرا اخيرا صار الكلان تاير واحد طيب خلينا نشوف اقرب مدينة مدينة هذي ولا قونيا اشوف قونيا احسن مدينة قونيا هي اقربلي خلينا نروح عليها نحن حاليا في اراضي الرومان اللي بيدنا رح نفتحها في يوم الايام قريبا اوكي نحتاج ان نتواصل مع اي زعيم من زعماء السلاجق وهذا ايش لا 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 انسى موضوع هذا تعبان وده دور الغازي او بيروق هذول الثنين هم افضل ناس نبيع الاسرة اللي معانا في هذا موجود نفسه حلو بيعنا الاسرة اوكي نسيت ابيع الاغراض الغراض اللي معي شوفوا شوفوا اللوت اللي معي بيع هذا كامل وبرضه نبيع الملابس هذي كلها ما لها داعي اوكي كل الملابس هذي نبيعها او 5000 نايس حلو 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 هل عندنا اكل حلو عندنا اكل عندنا اسلحة ما نحتاجها طب بمنو عندي اسلحة ما نحتاجها نشتري شوية خشب وندخل للسميثنج من الان يا شباب دخل للسميثنج يا شباب علشان من الان نبدأ نطور حالنا داخل الصهر كام اقدر اشي الان 47 نايس اعطيني شباب شوية بو نحتاج رومات رومات الان نحتاج نشوفنا اي قائد من السلاجق عشان ننضم له هاذا مين هاذا لا لا انسموه هاذ ضعيف طب ان لو نرتفع فوق يا شباب حنا حاليا في تركيا تقريبا في تركيا تركيا حالية طبعا حلوين ندور اي قائد هاذا مين هاذا هذا قائد لا مو قائد طيب رحلة البحث عن اي قائد انا اقول يا شباب نبحث عن القائد بيروق نفسه ها السلاجقة هاذا مين هاذ هاذ اسمه كلج ارسلان مين هاذا يا شباب طب وين بيروق بيروق مو هو الحاكم اوكي مو مشكلة دم انه هذا الحاكم حاكم الدولة السلجوقية خل نحاول نقرب له والله والله شوف وينه هناك لا لا ما اقدر وين يا رجل داخل على اوروبا لا 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 ما نقدر ما نقدر بعيد كثير طيب رح نتواصل مع الحكام الفرعيين شباب ثواني هاذي مكتوب هان ذا سلجوق مبير وهانا وين راحة تلقب هاذي مكتوب ذا سلتانيت اف روم وات كلج ارسلان كيف طيب ما ادري ممكن المود فيه غلط ولا انا من يفهم الموضوع مو مشكلة خلنرجع بالله لعند بيروق ننضم له ما ادري صلاة منه وقد ما نقدر نزيد عدد الجنود اوه هذول جنود الرهيبين والله راخذكم كمين تعالوا الفين وخمسمية والله مو خسار عليكم وهات البوي يلا يلا مو مشكلة ان شاء الله راح نعوضهم بالمستقبل كل يوم راح ندفع ميتين واثناش مو مشكلة صدقوني مو مشكلة مو مشكلة بس لما ندخل مرتزقة مع السلاجقة راح تكون مونا طيبة بس حاليا قاعدين نبحث عن اي قايد عشان نقوله يا شباب ندخل معهم ولا لا يا شباب اينكم اوهوهو اخيرا لقينا الغازي الغازي يا شباب تعال تعال تعالي الغازي اش صار كيف حالك الغازي ممكن ندخل معكم كمرتزقة ايوالله ايوالله دخلني دخلني معهم طبعا قال لي على كل رينون تاخذ ثمانين والله ايش هاد ايه ايه توني داخل معهم اوله 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 هذول مين هذول توني 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 شوفوا الجيش هذا رايحين يحاصرون مدينة اه وين مدينة هذي رايحين يحاصرون هذي والله خجوب بالله احنا قلاعنا اوكي عندنا اربع مدن بس حلب ودمشق وموسل وموش اسماء غريبة ولكن مع الوقت شغل راح نحفظها طب ودنا نحرق القرية هذي عشان ناخذ رينون يا شباب معليش يعني هنجوب عندكم جنود والله جنود لكم تعبانين صراحة يلا انتم اول قرية راح نحرقها ريد ندخل على اله والله سبعة سبع عشرين كثار لا لا وين معليش والله انا اسفين يا شباب والله كثار سبعة سبع عشرين خاف اندي اسرات من اول معركة اوه هذي معركة سهلة ثمانية وثلاثين ضد تسعة ثلاثين طيب خلنرسل بالله لوحدات ما راح ادخل انا فوزنا واخذنا ستة ونصف انفلونس واربع رينون طبعا كل ما نزيد الانفلونس كل ما تزيد فلوسنا تعالوا الى الاسر اوه شباب لقينا درع رهيب احسن من درع اللي عندي وخل الخيل هذا لا نفس الخيل اللي عندي في شي ثاني مميز ما فيه خلناخذ اللوت ونكمل حرق دقيقة الله 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 مين هذي؟ هذا الرجول المرة يا اخي والله ما انا عارف هذا الرجول المرة صراحة يا الله اوه ما عليش يعني سمحنا والله صراحة ما توقعتم رح يلف ويديور علينا اوكي تم اسر عثمان دخلنا الاسر للأسر الشديد اوه يمدينا نتحرض قبل الف يوالي حررني لو شمحت الله علي وفنكم يا اخي ما خليتونا نتهنأ يلا مو مشكلة ناخذ بالله يلا مو مشكلة نعبي جنود مرة ثانية والله شبحنا الدخين حرب انا صراحة في منطقة جدا صعبة اوه اوه خلنا نهجم على هذول شباب اوه هجموا معي كفو كفو هلب احنا صراحة نستقوي على الفيليجر سعدتك يا محمد لا تنكر اه اوه هذا وراي هذا وراي خلناه رب الله شباب انا حاليا ودي ادخل اه يعني في عمق الدولة عشان اجمع شوية جنود ما اتوقعت اني راح اخسر من اول معركة او ما اتوقعت اني راح اواجه تسعمائة شخص الف شخص تقريبا يا الهي بوت ليش عندي سالب سالب 24 انفلونس يا شباب خير خير من متى السالب من متى الانفلونس بالسالب يا شباب ها هذا فيها اوه مدافعين كثير وين يا سلطان ناوي التحاصر المدينة هذه ما تقدر قلت يعني عشان اعلمهم كيف حصار من اول حلقة طيب نحاول نهجم على القرية هذه فيها 41 نقدر وما نقدر اه يلا باسم الله اوكي يا شباب اهجم عليهم وقتلوهم خلونا بالله نحاول نزيد انفلونس ونثبت انفسنا الى هذه الدولة الخيل اوكي نط نط كويس اعطينا اعطينا هذه اهدي اهدي اول 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 اول، والله واوه قلنا ادمجونه يشباب طيب بسيطة بسيطة حلو هاد اول يصابة حلو ذبحنا واحهد يشباب انا قاعد احاول انى يخلص الرماح هادي هذا قاعد اعيما علي ياشباب يا ياشباب اذبحوه اولا 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 اوكي خلص المسهم او الرماح خذ بدينا نتطور احسنتم يا شباب احسنتم خذ عافية عليكم والله سبعة رينون تسعة انفلونز نايس والله او البو هذا رهيب يا شباب رايين ناخد البو هذا نستبدله بالأسهم هذي الحبلة اوكي رايين نكمل الاستلاح هذي القرية بس اوكي قد ناخد خشب اوه زبدة ايش هذي اه سلك ماذا يش سلك هذي ايش الفايدة منه السلاك ايش دانبلا السلاك يا شباب الرينون عندي سالب ستة و ثلاثين والله الله اشو اشو فكرت فهذا جيش ليش ستة و ثلاثين سالب يا شباب دقيقة يا شباب ليش فلوش تنقص قاعدة انا داخل معهم مرتزق عشان يدفعون لي مو ادفعهم انا غريب جدا في شي غلط يا شباب يلا يا ابن الناس اوه يعطينا ثلاثمائة و ثلاث عشرين ايو والله ايو والله عطينا ثلاثمائة و ثلاث عشرين بس مع ذلك راح اذبعك اوه ما يمديني اوكي شت يا رجل والله كنت ناوي صلاة اغدر فيه ولكن يا الله مو مشكلة عوا فيه هل يمديني والله يمديني يليف بس راح يزعرون عليها اكيد والله يقوتنا شوف عدد الدول يا شباب رهيبه رهيبه والله ما ودي تركهم و اوكي ما ودي تركهم و انتم وكي هذه معركة صلاة ماتستاين يدخلها نرسل الوحدات كالعادة كيب بالله و انا ساعدت يا اتيري يلا توكلي اوه الخير هذا احسن من الخير اللي عندي تعال فلوسنا قاعدة تنقص يا شباب ليه ليه خليني بالله نوقف في هذا المكان اتمنى يا شباب تعلموني ليش الانفلوانس عندي سالب 48 مفرض انه اش زيد بس مادي ليش انقص مفرض انهم يدفعون لي فلوس فانا قاعدة ادفع لهم 720 المكتوب 720 ياس يا شباب تكاليف الجيش عندي ادفع لهم 175 بشكل يومي والمركنري 720 قاعدة ادفع لهم ليه 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 انا اداخل معكم عشان تدفعون لي يا شباب مو ادفع انا طيب اتمنى يا شباب مثل ما قلت لكم لا تسعونوا لايك والاشتراك نسبة كبيرة من الناس اللي تابعون هذه السلسلة مو مشتركين يا شباب اشتركوا بالقناة عشان نكمل في هذه السلسلة باذن الله ولا تسعون يا شباب مثل ما قلت لكم في نهاية الحلقة راح تلقون يا شباب صورة قل هو الله واحد او صورة الاخلاص مكتوبة ثلاث مرات اقراها يا شباب ما تاخذ منك الا دقيقة يمكن او اقل تعدل ثلاث القرآن تقراها ثلاث مرات مبروك عليك كأنك ختمت القرآن بالأجر فأتمنى الحلقة عجبتكم لا تسعون لايك والاشتراك سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سخبر كتوب اليك السلام عليكم